اشتركوا في القناة وسائر دول العالم اضافة الى سعيها الدعوب للبحث الجالي لجميع المشكلات التي تؤرق المجتمع الدولي والوقوف بكل دقة على كافة التطورات والمستجدات وطرح حلول ومعالجات لجميع السراعات والمنازعات للوصول بالنهاية العالم اكثر امنا وازدهرا واعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزازه بدعم صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله لحوار المنامة وحرص سموه على انجاحه وذلك في اطال السعي سموه الدائم على تمتين علاقات مملكة البحرين مع مختلف دول العالم بما ينعكس ايجابا على مسيرة التنمية والتقدم في البلاد واكد معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة ان رعاية صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله لحوار المنامة منذ دورته الاولى عام 2004 والى الان كان لها عظيم الاثر في النجاح اللافت وتطور الكبير الذي حققه حوار المنامة على امتداد كل هذه السنوات حتى بات واحدا من اهم المحافل الدولية التي تبحث بعمق مختلف المستجدات وتطورات وتسهم بوعي في مواجهة كافة التحديات والازمات واشار معالي وزير الخارجية الى ان حوار المنامة الذي يعقد في دورته الحادية والعشرين خلال الفترة من 30 اكتوبر الى الاول من نوفمبر 2015 من المبادرات المهمة داعمة للاستقرار ليس للمنطقة فحسب بل للعالم اجمع من خلال الحوار وتبادل الرؤى والافكار والتجارب والمخترحات وذلك بين كبار المسؤولين والمتخصصين والخبراء من اجل ترسيخ الامن الذي اضحى قيمة مطلوبة اكثر من اي وقت مضى في ظل ما يشهده العالم من صراعات متنوعة وازمات خطيرة تفرض تكثيف فرص التلاقي والتشاور لوضع اليات ضامنة لعلاقات مستقرة ومتطورة بين مختلف الدول منوها معلي بجهود المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في تنظيم حوار المنامة في اطار الشراكة القائمة بين وزارة الخارجية معربا عن امله في الخروج بالنتائج ايجابية تعزز الجهود المبذولة لاجل امن واستقرار المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر